جاء قرار تعديل أسعار القازولين استنادا إلى حالة الهبوط المتسارع لأسعار النفط عالميا قرار اتخذته الحكومة الموقرة بالشكل الذي يتلأ مدخل الفرد البحريني من جهة والتحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي من جهة ثانية تفاصيل أوفا في تقرير زميل محمد رشدات لم يكن الاقتصاد البحريني بمنأة عن التبعات السلبية الآتية من الهبوط السريع لأسعار النفط العالمية التي لا زالت تعاني التخبط وعدم الثبات حل رأته بل وقدرته الحكومة بما يتناسب مع نبض الشارع أولا ومع منسوب التحديات القابل للارتفاع بالدرجة الثانية تمثل بقرار تعديل أسعار الجازولين حيث ارتفعت أسعار البنزين الجيد والممتاز بنسبة 60% ليتمخض عن ذلك سنويا سد 56 مليون دينار من قيمة العجز الذي بلغت شدته ثلاثة مليارات ونصف المليار دينار تتركز داخل كيان الميزانية العامة أسعار النفط الآن في انخفاض متواصل ومستمر وقد يصل سعر النفط إلى أقل أو ما دون العشر دولار للبرميل الواحد وهناك دين عام مرتفع وعجز في الميزانية العامة حسابات وأرقام حملتها آراء المحللين لتبيان الدوافع التي وقفت وراء إحلال هذا القرار من الملاحظة سوف يوفر المبلغ الدعم الذي يوجه للبنزين والمشتقات النفطية سوف يوفر هذا المبلغ الذي يتراوح ما بين تقريبا 102 مليون دينار عجز لا يمكن فقط أن يكون تسديده من خلال طبعا الاقتراض لأن الاقتراض أيضا هو عبئ على الدولة لأنه إذا نظرنا إلى كمية الاقتراض الموجودة فهي الآن حوالي نسبتها نفس نسبة ميزانية الدولة يعني المصروف على خدمة هذا الدين سيكون جزء كبير من ميزانية الدولة أيضا التوجه نحو التفكير جديا بتنويع مصادر الدخل سيلامس الصواب بجميع معانيه ليكون بالإمكان إيجاد بدائل إنتاجية حقيقية تصب في صالح الناتج الإجمالي للمملكة البحرين بموقعها الفريد وبمكانتها في المنطقة كدولة عندها الكثير مما لا يوجد في أماكن أخرى يجب أن ننتبه إلى أن البحرين يجب أن يكون مركزا للترانزيت ترانزيت التجاري هذا شيء مهم جدا سنغافورة تعتمد في دخلها على الترانزيت العلمين ونحن في منطقة وفي مملكتنا ممكن أن نكون أفضل من سنغافورة في هذا الشيء ونستغل هذا الأمر الصناعة الموجودة في البحرين والتصدير والعلاقات الدولية قرار من بين قرارات عدة جاءت على اتخاذها الحكومة تتلاءم مع متطلبات مرحلة قادمة تحتاج للكثير من السياسات الهادفة قرار تعديل أسعار الجزوليني بجميع أصنافه جاء في إطار إصلاحات اقتصادية قد تخفف من الأعباء الثقيلة الآتية من وراء التثاقل الذي أصاب الخطوات التصاعدية للأسعار العالمية للذهب الأسود قرار قد يحد بعض الشيء من التوسع المستمر لرقعة العجز التي تسكن بدن الميزانية العامة لتلفزيون البحرين محمد رشيدات